أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل عن كثب مع عدد من الدول الأوروبية أبلغت عن حالات إصابة بمرض فيروس نادر يعرف باسم جدر القرود وذلك لتحديد المصدر المحتمل للعدوى وكيفية انتشار الفيروس والحد من انتقال العدوى وأضفت المنظمة في بيان أن البلدان المعنية تتلقى أيضا التوجيه والدعم بشأن المراقبة والاختبار والوقاية من العدوى ومكافحتها والإدارة السريرية والتواصل بشأن المخاطر وأشر المصدر ذاته إلى أن جدر القرود ينتشر بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية في وسط وغرب أفريقيا ولكن تفشي المرض ظهر في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة وأوضحت المنظمة أن أعراض الإصابة تسمى للحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد اللنفاوية مضيفة أنه ظهرت في أوروبا أكثر من مئة حالة إصابة وفق تقارير إعلامية